اشتركوا في القناة كل بالحلقة الرقمية 148 من بودكاست مان تمان على ستوديو الجمهور. انا اسمي او جي معي زي دايما ندويس. هلو والله البودكاست مان تمان نغطي عالم الان بي اي بالعربي عالم الان بي اي اول ستار جيم بالعربي. لا عنا الان بي اول ستار جيم? صارت الان بي اول ستار جيم قبل اكمل يوم. صارت? احضرت كل دقيقة كل دقيقة من كل اشي. لقيت حالي عندي اه لقيت حالي عندي وقت الصباح كنت اصحى اقعد احضر كل اشي وبصراحة شيل الدن كونتست عجنب كتير اتسليت. كتير امبسطت يعني رايزينج ستار جيم كانت حلوة. شفنا سكوت هندرسن حط نقطتين فبالنسبة لقلي نجح نجح نجاح تام شفنا فضيحة سكوتي بارنز. سكوتي بارنز فضحنا. فضحنا الله يخزي يا الله. يعني اسمع. ما بعرف اذا حضرت او لا. عاملين بين مباريات رايزينج ستارز زي المسابقة فكرتها كتير تافة قال بدهم يعيدوا يلعبوا او يسجلوا انه سلات تاريخية فمن مواقع انه تسجل فيها سكايهوك تبع جوردن ثري البوشوف تبع ميرر ري آلين كل هالامور هاي سكايهوك تبع جوردن؟ تبع ماجيك عفوان السكايهوك اللي فاس فيه البطولة آآ المهم فحطوا هالروكيز كل اتنين بفريق وهم لازم ياخدوا دور دور يبدوا يسجلوا كل واحدة لها نقاط معينة واحدة منهم اللي هي سكايهوك بينها وبينهم هم النقطة اللي لازم يسجلوا منها والسلع تحكي متر ونص بلكن يا جويس مين هذا الفريق سكوتي بارنز و تايريس ماكسي حطوهم بدوا فكح اول واحدة فكح تانية واحدة فكح تانية واحدة أوفر سكس سكوتي بارنز من سكايهوك توكيشن بس بتظلها تطلع والناس صارت تضحك و تحمست عن الموضوع فبالاخر قال له ماكسي اسمع حل عني تعال انا بحطها ايجا هو حاول حطها فكحها مرتين كمان انه التنين فضيحة فضيحة ففي واحد عبقري ما بعرف مين هو بعالم الامبي ايه قرر انه يوميتا رح يكون حاطتهم مايكت اوب فبعدين عم يعدت للي عم بيسير الحكي اللي عم بيسير بناتهم بعد وقبل قبل واقفين عم بيستنوا يحموا سكوتي عم بيحكي لتاريس ماكسي اسمع بس انفوز رح أريدك عبطة هذك بقول له لا لا تعبطني ما بدي ايك تعبطني بقول له لا بس لازم أعطيك عبطة يعني لما انفوز أعطيك عبطة وهيك قال له بدون هكس ما بدي هكس بحثين صار اللي صار و بس عم تسمع الجمهور والفضيحة كلها رجعوا وحطوا عليهم راح ماكسي نفسه بيقولوا يا زمهات حقيت اوبت حقيت اوبت تعال عبطوا من قاعدوا على البنج وعن بحاولوا التنين انه يراضوا بعض فماكسي بيقوله يا سكوتي على القليل يضحكنا الناس ممكن صار عنا فولوورز زيادة على الانستغرام وعلى السوشيل ميديا هداك بيقوله اه اه ضحكناهم وسلناهم بيقوله بس مية بالمية رح نطلع عشاك تنافول وانا متأكد طالع عشاك تنافول لانه فضيحة فضيحة بس سلونا بس نحكينهم انه ما حكيناش انه اليوم حنجاوب على سلطة الجمهور كمان هنجاوب على سلطة الجمهور بس بعدين بدي احكي عن الالستار يا اخي بدي احكي عن الالستار جيم طيب احكي انا شوفت السب جابه كم من ثلاثية اسمه استنى لسه بنا نحكي عن السب بعدين نوصل للاحد استنى شوي لا تعجل شايفلي شغلة واحدة بالالالستار كله بديوش يحكي فيي يا زلامي السب كان كويس شوفنا الانتكيجون بروزرز عم بنافسه على بطولة شوفنا ثري بوينت كونتست كات فاز بيج مان تاني بيج مان بفوز ثري بوينت كونتست بالتاريخ بعد كيفن لوف اذا انا مش خلطان كل هالامور هاي بعدين ارجعنا دانك كونتست فاشل فاشل جدا فاشل فاشل كلهم فضحونا اذكر انا وياك الحلقة الماضية قاعدنا نحكي مين اللي رح يفتحنا حكينا كول انتني و مين كمان حكيت انت انا حكيت كول انتني انت قلت لي اظنني توبين مش عارف توبين فاز صعوبة الدنكات تبعته كويسة بس ما كان عنده قوة ما في شراسة بالدنكات انه بس خلاص تدخل عادي ما في ذكر فينس لما كان يوشموط دنك زي كأنه بده يمزع الرم ما في منه هذا الحكيم لا لا سمعتنا كانت فاشل جدا فاشل جدا بعدين حضرنا القيم القيم يا اخي اليلام اندنك هذا كتير حلو بس باي فار احلى اشي صار بالقيم لما ولعت ما ستف جمهور كليفلند يا سيد العزيز مش عاجبه ستف بوينج مع انه ستف بولود باكرون اوهايو نفس مستشفى لبرون جيمز اه بس ستف اخد منهم بطولات بوينج ستف قالك طيب ماشي يوانا بو انا راح اورجيكم يا اخي الشوتينج ديسبلي اللي سوها انت حضرتها ولا حضرت الهايلايتس الهايلايتس لما تحضرها اشي تاني للعلم لانه في اكمل هيت شاك اخدهم في واحدة لتر ليوصل نص الملعب حرفية نص الملعب وشمتها صوت الجمهور وهي بالهواء ما عم بمزح معك لو انها دخلت كان احتفل وزي كأنه فاس بطولة لانه اللي كان عم بعمله التسديدات اللي كان عم باخدها يا دويس من محلات يعني بستلم الطابة بلفه بشوت وعليه واحد مش فاهم كان ياخد التسديدة وهي بالهواء يلف ويرجع يقعد يلعب مع الجمهور اكتر من مرة سواها في من الصور طبعا انت حطيت واحدة ع تويتر احسابك فيرل راحت هو ماشي الهناك وباقي اللعيب لسه عم بتطلع وبالهواء بستنوا فيها تدخل ستاف عارف انها داخلي وكان فيه ناس بلفه لما هيك تقرب طاب تفوت لا هو كان طاب لسهاتها بنص مسارها انه يعني طولة لتوصل الرم اللي كمان نص سيعة السلكت معه يعني بتعرف لما استف بهبرج ها كانت من اقوى هبرشاته اللي عمري شفتها عراسي وعيني مباراة ودية بس رائعة رائعة اللي سوا رائع وبعدين هو كمان مايك تاب فطلعوا لقطة عم بسأل الجماعة عن مايك يا اخوان قلوا لي الرقم القياسي لعدد النقات بأول ستار جيم لمن الرقم القياسي لانثني ديفلس ياتين وخمسين ياتين وخمسين ياتين وخمسين اظن تنين وخمسين اذا انا مجمو الله اه قبل اربع خمس سنين بالالفين وسبعة عش ستاف عم بسأل وصل الخمسين لنقطة بده يربحها فكحت انتين تلاتة وصلت المباراة انه تيم لبرون بحتاجه سلة بس اذا ما دخلوها وتيم دورانت حطها بفوزة تيم دورانت لبرون منسك الطابة اعطاك شوية تينك بوب بوب بضهروا لف في دوي حطها فاز المباراة احتفلوا كلهم ستاف ما اخد اللقب بس اخد الام في بي وربح جائزة كوبي براينت الاولى هذا التروفي تباعهم الجديد حلو كتير كانت بصراحة يعني تذكر قبل سنتين اول مرة عملوا الام اندنك لما كانت مباراة كورتر رابع اخد خمسين دقيقة ولا ليهو ما كانت لها الدرجة انه شراسة ولعب بس مبين عليهم انه بالاخر شدوا حالهم كلهم يانس يهد حالهم من اول لقطة يانس يانس من اول دقيقة بالمباراة قاعد باخد ستيلز بدافع بلا كريس ميدلتن بلوك شمد كريس ميدلتن بلوك بعدين سألوه عنده بالمؤتمر الصاحب بيقول له بصراحة انا بدي اعتذر لكريس بس ما كنت عارف انه هو ما كنت عارف انه كريس بس شاف احمر راح تلك كل اشي كل اشي مباراة كان هفتر اشي مباراة كان عندي اشيين بس نحي نحك عنهم شفتم دنك جامورانت الاي وفي سيستي اللي احلى من كل الدنك كونتست مية بمية بعدين ظهور مايكل جوردن اول شي تتعرف انه مايكل جوردن تفنو ظهور مايكل جوردن تفنو وصل كان نفس اليوم عندهم هو الفريق تبعه بالناس كار كان عنده سباخ بدايتونة فهو كان بدايتونة الصبح ففي ناس توقعتنه انه ما هيجي هاد ما مش جاي ايجي بالفريبات جيت عالموعد بالزبط واسمع ما في اي شك ما في اي شك انه هو الالفة تبع الالفة كلهم هو الالفة 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 ايوة انت حكيته هلا بعرف شو حكيت بس هو مية من مية الالفة يعني مش معقول من ايه هابي ايه هابي يا اخلي اللي ما بفهم ما بفهم اللي ما بفهم اللي ما بفهم عمر حلي فهم بس انه اوف من لا لا هيبته غير لما يكون مايكل جوردن واقف بمحل كل العيون عم مايكل جوردن كلهم اابسو ما تعطيني اي حدا تاني احنا عم نحكي عن اول ستار ويكند اللي بيسمو البلاك سوبر بول مين ما بدك بالعالم سيليبراتيز مغنيين لعيبة من كل الرياضات مين ما يكون كلهم باجتمعوا عشان هاد الويكند ولا وهاي السنة كانت لسه سبشل اكتر عشان عندك افضل 75 لعا كل اللجون الاساطير كل حدا مايكل كل اساطير مايكل مايكل بالنسبة وحتى طبعا لما بالهالف تايم لما ندوهم كلهم هون ندوه هو اخر واحد امتع لي يعني خلاص ختامها ميسك هو هو الجوت عندك حتى جمهور كليفن اللي هو يعني كان كابوس بالنسبة لهم وهي ارض وفي ملعب بره شيكاغو بره اليونيتد سنتر ما كان كابوس لهم مايكل جولزا صح اعطيك واحد مافي بعدين دخل تراش توكينج اسمع الحلو بال اول ستار ويكند انا بالنسبة للي غير شغلة المباراة لما تكون حلوة والاشياء اللي بيطير على الملعب انا تير بحب الاشياء اللي بيطير بره الملعب اكتر يعني في عنده كليب بحطه ورا لما كان قبل ما يطلعوا الاساطير اللي برا مايكل بيشوف مايكل بيشوف مايكل بتخوت عليه بيحكوا العجوز هاد العجوز هاد هذاك عم بيضحك تعرف مايكل دايما نضحوك ويضحك بيضحك مايكل بيقول له جبت حذاءك معك يلا 1-1-1 100 يو هلا بتصك انه ايك بتخوت قاعد بيحكي مع لوكا شوي لانه لوكا بران جوردن طبعا كارل أنتني تونز حاول يدخل هياك مايكل طلع عليه زيك انه ما بيعرف مين هو رهيب بعدين عندك الصورة اللي صارت عم بلعبوا بغرفة التغيير الملابس عم بلعبوا بلعبوا شو اسمها دايس اللي بلعبوها هاي حطين المصاري بلعبوها اريك سبولسترا قاعد بحاول يدرب الفريق والأول ستارز قاعدين بلعبوا جمعين المصاري ففي واحد بيقول لك عمل ميم انه مايكل جوردن اجه من ديتونة اول ما شاف هاي الصورة قال لك في لعب في غمار انا جاي في واحد تاني بيقول لك طب مين فاز الجيم هاي كلها مئات الدولارات هاي مين مين اللي فاز بتلاقي لقطة تانية حطوها تي ان تي بالغلط هم ما مش عارفينه هيك واحد عم بيصور جوا وحطولك اياها وقاعد لسه ايرك سبولسترا بيحكي مع الفريق بجوال مبيد ماسك ستاك حطت الميات وحط حواليهم المغيطة تبعي فجوال طلع رمحان بهاي الجيم يعني اسمع كل اشي كل اشي بصير برا الملعب كتير حلو كمان لما يتجمعوا عالم الان بي اي مع بعض هاي الدرجة طبعا كان فيه تكريم لكوبي وشفنا فانيسا وشفنا بنته التانية نسيت اسمها حلو حلو تسلاي يعني انا ما الي كتير على الارستار ويكن لما يكون عندي اشياء تانية اسويها وامور هيك بالعادة ما بحضر كل اشي زيك بحضر هاي لايتس وان هنا صدفت انه هذا الويكن احضرت كل اشي وتسليت بصراحة مبسط انا حتى لو ما بحضر المباراة بقرأ كل شي عنها بقرأ شفت كل المقاطر انت حكيت عنهم شايفهم بس لا اقعد احضر الجيم لاحكتش هاي السنة نصيحتي المرة الجاي اذا كمان مرة ايلام احضر اخر شورت الايلام ناجح احضر الايلام ناجح احضر الايلام ناجح احضر حتى في ناس عم بحبون انهم يساون مباريات هيك بس مستحيل لا لا مستحيل بس الايلام الحلو فيه كمان انه حتى المدربين بتصير تلاحظ انت مين عم بدخله الملعب بتبطل لعبة اوكي بدي لعبك انت شوي وعبك انت شوي وقتها خلاص العشر اللي الملعب هدول المدرب مقتنع انهم افضل فرصة لإليه يفوز مين كانوا اخر عشر الملعب تذكر اوف من اخر عشر كان زاك اه كان هو عم بدافع لبرون هو اللي كان عم بدافع لما حط لبرون لها انسيت يانس كان اكيد ستيف كان اكيد لبرون طبعا كان امبيد كان امبيد كان مار ديروزن كان تري يونج اذا انا مش غلطان كان لاحظة شوي خير نشوف طب اسمع عالملعب هين شفت عالملعب عندك الشيف ديروزن لبرون يانس و جيرت آلن اه جيرت كان بلعب صح و عندك على الجهة الثانية زا كلافين جوال امبيد بوكر لميلو مين اخر واحد تلاحظو شوي وتري يونج لا كان تشكيل مش الاساسية هلا CP3 كم مصاب اه بس عسيرة CP3 مصاب عسيرة CP3 مصاب ننتقل من مباراة كل النجوم نحكي عن اكمل خبر سريع يدويس قبل ما ندخل على اسئلة الجمهور واكبر خبر طبعا انه CP3 ينصاب هو نصاب قبل الولد ستار جيم بس قرر يجي ولعب ايد واحد للإلم كل المباراة ما قرب عيد التاني لا فف ها هيك طلع عنده كسر بالإيد ورح يغيب ما بين الست لتمن أسابيع مش متذكر اه اظن اليمين يس مش متأكد مية بالمية بس اللي عم بتخيل براس اليمين كان عم بدرب بالإشمال ولا بالعكس مش عارف مش عارف عذروني يا جماعة مش متذكر بس اللي بعرف انه التمن أسابيع بالزبط لو تحسب من اليوم اللي اعلنوا عن هاي الاصابة تاني يوم تاني يوم هلا وين المنيح والعاطل يعني الاخبار الكويسة والاخبار العاطلة للفينيكس سنز رح يتأهلوا بالبلايوس ما في اي شك ان رح يتأهلوا حتى بدون CP3 فريق رائع فريق ممتاز رح يوصل بالبلايوس مشكلة وين اذا نزلوا بالترتيب شوي بدل ما يجيهم دور اول ضد فريق داخل من البلايين وممكن من اضع فرق الوست رح يصفي جايهم فريق اقوى شوي اذا نزلوا لمرتب التالت على سبيل المثال وهالامور هاي ف يعني اصعب بصير مشوارهم والخوف طبعا انه يطلع لهم سلسلة بالدور الاول ضد لبرون والليكرز او ضد الكليبرز ويكون معهم كوايو بي جي راجع وCP3 يكون لسه هلا عم برجع من الاصابة ويأكلوها بالدور الاول من ورا هاي الشغلة فحظوا التعيس بمسيرته بظل ملاحقه يا زرامين بظل ملاحقه قعدوا السنة كاملة الموسم كله الاصابات الوحيدة المهمة كانت لأيتن وزبطوها بدون ايتن مرة واحدة هيك صار فيه هذا المسكين يا أخي حظه حرام هاي عم بتأكل من بيديو ايدو اليمين اللي بيشوت فيها شناع اوف ما بصدق ما بصدق حظه هذا بني هذا الخبر الثاني طيب ادويس دراجتش قران دراجتش الدراجون وقع مع البروكلين نتس اليو بصراحة اقل فريق كنت متوقع يوقع مع انا قلت الليكرز قلت المافز بس رسميا وقع مع بروكلين قوية حركة حلوة كثير من النتس بصراحة يعني هلا صار عندهم باك ممتاز لما كايري ما عم بلعب يقدر هو يقود الفريق من ناحية صناعة اللعب يكون point guard يتكلوا عليه بالبلاي اوفس عنده خبرة كل هالامور هاي وحتى لما يكون عم بلعب كايري بعطيهم اشي كتير غير عني بعطيهم اياه كايري كصانع العاب وباك فحركة كتير قوية مع النتس هلا بس ظل نشوفه على الملعب لأنه عم من هيك إنه هذا بلعب رح يلعب بالأوقات الصعبة بالبلاي اوفس بالجيمات المهمة ما بخاف رح يلعب طيب قبل ما ننتقل على أسئلة بدي أسألك سؤال سريع أو أخذ رأيك بمسابقة الجديدة اللي عم بيحكويها صار في ضج شوي بولستار ويكند عم بسألوا آدم سيلفر عن المسابقة هاي البطول اللي رح يعملوها بنص الموسم اللي على أساس رح تكون نوكاوت إنه بلاي اوفس بس من مباراة واحدة واللي صار ينحكى فيه إنه ممكن تكون في جائزة مالية قيمتها مليون دولار لكل عالم انت مع ولا ضد هاي الفكرة مش عارف من أنا ضد أظن يعني اه أنا مية بالمية ما بعرف يعني ما لها داعي أنا تقليدي شوي عاجبني الموسم يعني شو البطولة هاي حتى لو فريق فاس فيها شو يعني زي شو اسم هال كوميونيتي شيلد اللي ما حدا بيهتم فيها بإنجلترا قول بالقدم هذول صار لهم مية سنة فصار لهم شوية شوية اسم عشان مثلا تعطي فرصة للفرق الصغيرة إنها تفوز فيمتع لي الفرق عشان القدم غير عن كرة تسلي عندك مثلا فرق بضلها تقعد خمسمية سنة بالدرجة التالية والرابعة ما بتطلع هذول بطلع لهم مثلا مباراة ضد ماتشسر ينايتد بطلع لهم إنه هيك فيمتع لي فغير الديناميك غير بالإنبي عندك كل فريق بيطلعوا وينزل عشان عندك السيستم الدرافت وهيك فما بعرف يعني ما لها هيبة طول على الفرق نحن خلقا هلا مشكلة لود مانجمينت وناس عم بيغيبوا مليون قصة هلا بدك تزيد عليهم كمان مباريات لا انسى انسى اكس طيب نتفق زيك عهذا الاشي خلنبدأ بالاسئلة اسمع يا جماعة عشان نحكي لكم بالضبط ما صار اجانا كتير اسئلة شكرا أولا شكرا كتير حتى اجانا كتير درجة انه اوجين بارح حكا معي قال لي اسمع حطيت سؤال على انستغرام وقال لي تحطش عشان اراد عندنا فوق المية وستين اجانا اجانا تقريبا مية وثمانين لميتين سؤال لأنه شكرا كتير يعني وانا بتأسف عشان على انستغرام كمان الحمد لله في تفاعل رهيب وفي كتير مسيجات وما عم بلحق اجاوب عليها ما عم تاخدني مرات اربع خمسة ايام لأجاو عشان كل مرة بخش في عدد كبير من المسيجات وانا جد بقدر جهودكم وكتير بحب ارد عليكم وبحاول ارد بأسراء ووقت فسامحوني اذا عم بتأخر عليكم وسامحوني اذا ما جاوبنا سؤالكم جد اجانا كتير اسئلة فقعدنا نتطلع ببعض انا ودويس قلت له ادويس عندك وقت تسمح لك مرتك تعمل حلقة 9 ساعات قال لي اكيد لا طيب اذا هيك انا مشكلة فاللي قررنا نعمله هو التالي انا مشيت بكل الاسئلة ودويس مشي كل الاسئلة وكل واحد فينا نجا اسئلة عشوائية حبها عن ايش ما يكون وحطناها قدام بعض وهلا رح نمشي يوم واحد واحد فاعتذارات كمان مرة اذا احنا ما نقينا سؤالكم بس جد يا اخوان كتير كان في اسئلة حتى 9 ساعات اظن ما كان كف فاخدنا اسئلة حلوة رح يكون فيها من وراها نقاش اسئلة مرات غريبة شوي افتراضية مرات مرات عن الموسم بس انه يكون فيها نقاش مرات رح يكون فيه يعني انا اكمل سؤال بس عشان اشوف ردة فعد دويس عشان بعرف انه اشياء ممكن تعصبه ممكن تخلي ينقهر ويحكي لنا اشي هيك بس بشكل عام اسئلة حلوة وشكرا واعتذارات ورح نبدأ بسؤال من الاخ متوتر متوتر 14 متوتر اسم رهيب لتوتر رائع سؤاله ليش ما بنشوف بطل مثل ديترويت بال2004 من هديك السنة الابطال لازم يكون عندهم All NBA على الاقل والترشيحات بتكون شوي واضحة ليش ديترويت سواها وغيرها عجز برأيكم وانا رح جاوب هذا الجزء بس الجزء الثاني من السؤال هو اللي حبيته كتير ورح أخليك انت تبدأ بجوابه ورح كيلك يا يا دويس هلا لشان تفكر فيه شوي بده يعرف ايش هو secret formula of winning a championship ايش الطبخة السرية انك تفوز بطول هلا من ناحية 2004 في أكمل اشي صارت بهديك السنة غيرت الدنيا اولا انا بتوقع انه ال ديترويت بستن 2004 شوي underrated كفريق صاروا بس عشان هاي الشغلة ما عندهم نجم بس كانوا كتير كتير راكبين على بعض صح وفريق كتير بفهم على بعضه وفريق كتير كل لاعب فيه بعمل شغلة الباقي ما بعملوها فبساعدوا بعض كتير فشوي صاروا underrated لأن الناس صارت تحكي بس لا كان عندهم اول اول ام بي اي ولا كان عندهم بعرش ايش ولا كان عندهم توب تن بلاير مية بالمية بس كفريق كانوا كتير راكبين على بعض ثانيا كانوا فريق دفاعي ممتاز بعز الدفنسف بول اللي صرنا نشوفه من اول التسعينات ومرة واحدة بدوا يغيروا القوانين فبطل فيه خبط وضرب بس لسه في عندك لعب كتير دفاعي فهذا الحكي صار تالتا كان الدوري شوي طالع من فقرة مش صح مية بالمية وخربت يعني وكمان اللي بساعدهم كتير انه اول شي شغلتين الديفنس كان قوي كتير وكان هذا اخر سنة قبل ما يغيروا الهاند شاكينج رولز غيروها الموسم بعدي فصار الدفاع بطل بطل تقدر تستعمل ايديك بالدفاع قد ما بتقدر تستعملهم بالتسعينات وكان نعرف كلنا التسعينات كان كتير عشان الديفنس كان مسموح لو يعمل اكتر ويستعمل ايديه اكتر بس اللي اهم من هيك وهو العامل الرئيسي انه بس صدفة انه هاي السنة كانت الانبي اي هاملة انه ما في فريق قوي كان ما كان في فريق بيعزه فهمت علي ازون سنتا كان مثلا دنكين مصاب اوكي كابين غارنت مع تيمبر روبز وصل نهائيات القسم الغربي كان فريق فيه واحد كابين غارنت اوكي وفازه من الليكرز مبارايتين اللي اخلص في فورتيو والليكرز كان بين حدار كان انهم مشاكل كتير فريق داقين ببعض داقين ببعض ومالون وبيتن عجائز لا وداقين بكار مالون كمان كار اشي مرتو ما بتحب مرت كوبي عشان اشي حكو لها اشي ما بتذكر شو هي القصة بس صح في دراما هو حكى اشي عنصري اشي عنصري او اشي 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 ما بتذكر حكي اوصخ بالزبط وصخ حكي خليها هاي بس ف اه كان الانبي اي هامل بس هذا اكبر سبب طيب الجزء التاني اللي هو الاحلى شو الطبخة السرية برأيك الطبخة السر تبع كرة سلة هاي حلا حنسرقها من الكاتب بيل سيمينز وسر اخده من بطر كاتبه اللي صار بودكاستر كان كاتب بطر صار بودكاستر وهو اخدها من ايزايا توميس اللي اخدها من لاري بيرد اوكي واللي اكيد اخدها من حد تاني حد تاني كمان يمكن بالرسل سر كرة سلة او الفوز بكرة سلة هو انه ما لها دخل بكرة سلة the secret to basketball is has nothing to do with basketball ايك بحكي لك ولك اهم اشي وهذا حكيناها بحلقة step back عن bad boy pistons وهي ساوب رئيسي كيف البيستنز قدروا يتخطوا حقبت اللي العلم ما طلعت لسه بس طالع هذا الاسبوع اه ما طلعت اه انتهي فضحتنا يعني المفاجأة راحت بس يا اخوان طلع يوم السبت ان شاء الله سجلناها بس ما طلعناها حلقة كتير حلوة عن bad boy pistons ف هو انه ملخص الموضوع انه كتير مهم الفريق يكون راكب عبعض وكل واحد عارف دوره وما يكون كل لاعب بده يعمل زيادة كل واحد يعرف دوره ما كثير في منافسة بين لعيبة أو أنانية وكل واحد يضحي من بالضبط أنا بحكي لك برأيي الطبخة بدك لاعب top 10 بدك دفاع top 10 يعني عادي تكون انت عادي جدا من المعدل بالهجوم بس دفاعيا لازم تكون من top 10 حتى مع تغييرات الدوري لحد هل الفرق اللي مش دفاعيا صح ما بتفوز يعني هجوميا كان كثير عادي بس دفاعيا من النخبة فبالنسبة للي الدفاع لازم يكون top 10 ولازم يكون عندك 8 لعيبة هذا العدد السري 8 تتكل عليهم إذا 9 أحسن وأحسن بس هم 8 اللي بتحتاج الخمس الأساسيين وال3 اللي بلعب معك يكون كل واحد فيهم فاهم دوره وبلعب 100 بالمية وبلعب صح إذا عندك هاي 3 أشياء تزبط معك الطبخة وبتربح بطولة إنت تقول top 10 top 10 لاعب واحد نجم بدك top 5 دفاع ممتاز وتمن لعيبة تتكل عليهم وإذا ما عندك هذول الأشياء بيكون صعب تربح بطولة بتصير يعني كمان مرة نرجع ال 2014 السنز أظن إذا فازوها هاي السنة نفس الاشي بس بيكون عندهم كل اشي تاني من النخبة بدك 1 top 5 ما بحق ما بحق يعني ساد السابع ممكن حلو هاي الطبخة السؤال اللي بعده من نذير نذير يا سيدي العزيز عم بحكين لأنه رغم من موجود عدد كويس من اللاعبين الأوروبيين بالمبي اي ليش برأيكم ما في حضور للمدربين الأوروبيين وظن حتى اللغة مش عائق كونه بأوروبا الإنجليزي حاضر بأغلب الدول خاصة مع التعاقد مع لاعبين سابقين زي تشونسي بلابس اللي يمكن أنا أعرف أدرب أحسن منه راح نذير حبيت الثقة بالنفس يا سيدي يا أخي اللعبة بأوروبا كتير غير اللغة كتير غير مع أنهم بيعرفوا يحكوا إنجليزي ما بيعرفوا يحكوا الإنجليزي تبع نورث أمريكا وبعدين اسمع بأعلى مستوى اللي هو مستوى الـ أنت ما عم بتدرب بس تكتيك أنت عم بتدير شخصيات وهذه الشغلة اللي كتير غير بأوروبا من نورث أمريكا بأوروبا متعاودين عن الناس طرعين من نظام الـ من هم صغر الناشئين ويكبروا مع بعض ويلعبوا تحت نظام واحد وتعلموا التكتيك والفندمنتلز وحتى النجوم ما بتكون نجوم لدرجة نجوم الـ NBA بعدين مرة واحدة تمسك واحد بتعود على هذا الاشيو وتحط ه بالـ NBA ويجب يدير الإيغو اللاعب ألف واللاعب وكل حدا مرة واحدة كلهم بتزدتهم مع بعض والثقافة تبعتهم غير ويجب تديرهم ما بيقدر تحملوش اللعب كتير غير حتى مدربين الجامعات يا أخي تبعون الـ بأميركا بستصعبوا دخلة الـ NBA بالعادة لازم يبدو كـ يعني عندك أكمل واحد هناك بيلي دونوفن براد ستيبنز دخلوا على الـ NBA وكان عندهم نجاح بالـ NBA بس ولا واحد فيهم قرب عبو طول مدربين الجامعات اللي أفضل أفضل مدربين كوتش كي توم إزو مين ما يكون العادة بيضلهم بالجامعات بيقول لك شو بدي بوجع الراس أروح أدرب مليون إيغو كل واحد شايف حاله عالتاني وكل واحد يفكر أنه أهم واحد صعبة بصراحة بيستصعبوا هاي النقلة من ناحية تكتيكية ممكن يتخطوها ممكن عادي طبعا بفهموا كرة تسلي كفاية وكذا بس هو أكتر أنه في محسوبيات فهمت علي يعني في واسطات زي ما تقول عنا أنه مجموعة المدربين كل ياتهم بيعرفوا بعض وبينتقلوا من زي اللعيب بينتقلوا من الهايكون للجامعة للنبيا ولكن يكون أسيستنس بالنبيا وكذا فييجي واحد لو مدرب أوروبا يكون ممتاز أكيد بستاهل بس هو يعني تقييم المدربين مش بسهول تقييم اللاعبين كمتالي اللاعب واضح على الملعب شو هيعمل أما المدرب أصعب شوي تقيمه فأكيد مش إنه بس هو بستاهل حتى لو بستاهل يكون مدرب صعب يدخل من منظومة أمريكا الشمالية بالنبيا عشان فيه كتير علاقات ومحسوبيات اللي بتحدد منهم حياخد وظائف النبيا أكتر من من مين بستاهد واسطات واسطات حقيها واسطات قلت قلت سؤال من صالح شو الحل عشان ترجع هيبة الدن كونتست سؤال لأنه طالع من 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 دن كونتست هامل هامل جدا أول شي تحياحك صالح صالح صديقنا صالح يا صديقي برأيي لازم ياخدوا بريك زي ما عملوا بين السبعة وتسعين والألفين بعدين رجع الدن كونتست مع فينس ودمر الدنيا خدوا لكم بريك يا إخوان 3-4 سنين خلوا الناس تعمل ريفرش بس كمان لازم يلاقوا طريقة يقنعوا النجوم تذكر لما حكينا أنا وياك بحلقة عن لبرون جيمس كيف ما عمره دخل الدن كونتست لأنه لقيله لوز لوز ما في فوز إذا ربح مفروض يربح إذا خسر طيب شوف كيف خسر بس لازم يقنعوا النجوم اللي من النخبة من الطراز العالي يرجع يدخلوا زي أيام التمانينات لما كان يدخل أم جي وكان بده يفوز ودومينيك وكان بده يفوز وكان في هالعدائية بيناتهم والتنافسية والأمور هاي هلا جا مورانت انت حكيتها بأول الحلقة حط دنكين بالالالستار قيم بس وكل دنك شفنا بالدنك وروا اسأل جا مورانت حتى سألوه في البث قالوا له ما بدك تدخل قاعد يتجنب يعني هو عارف ما عنده يعني فيش اشي يربحه طيب أوكي فزت انتهى الدنك شوف شوف فادك هذا الاشي ما فادك اشي تقول لقب البطل تبع الدنك رجعوا هذا الاشي أو اعطوهم حافز مالي إذا يعني شغلة مصاري اعطليهم بس هي لازم يقنعوا النجوم اللي من الطراز العالي يرجع يدخلوا على الدنك ويعملوها شغلة مهمة وقتها تصير تشوف ناس زيجة يقولوا لك اوكي انا ارح اشترك انا بدي اشترك انا جوابي شوي ممل اكتر من جوابك لانه بعتقد انه ما ما لا اشي الدنك بس كل كم من سنة حيكون عندك دن كونتست هاملي انت علي بعدين مرة واحدة بتولع مثلا قبل كم من سنة كان عندنا زاك لابين وراء بعض اجت فترة زاك لابين وارين جوردن بعدين ارين جوردن وديرك جونز جونز جونيور بالضبط كمان هذي الميامي مافيا بالضبط سرقة انت قبل سنتين كانت سنتين او ثلاثة سنتين بعد قبل كوبيد يعني ف اه فهمت علي فانه يعني ما ملاقي شي الدن كونتست هيشارك فيها بعض اللاعب مرات هيشارك فيها النجوم كذا بس انه مرات هيكون عندك دن كونتست فاشلة بس كمان مرات ممكن اذا شارك اللاعب الصح هاي فاشلة جدا جونيور 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 قاعد بروج لنفتيز وبعدين راح حاول يحط الدنك تسع مرات تسع مرات وهو مش قادر يحط والمشكلة لانه ما عم بحط المحاولة عرم ما عم تعتبر محاولة ومع عك ثلاثة اذا انت جد مسكت الطابع وحطيت عرم صورو لك شاك شاك اللي ايقونة ردات فعل لل دن كونتست بتعرف هاي النظر اللي عطاها انت بتعرف انه شاك بكيف عهيك اشياء حطو لك صورة شاك قائد قرفان عيشت يا زرامي فضح هنا خزون حتى كريم عبدالجبار ترك نص دن كونتست روح خلاص سلام سؤال من مالك مالك بده يعرف اذا سام براستي هو افضل جي أم بالدوري باخرة 20 سنة لانه اختار هاردن ايباكا ودورانت ورسل من الدرافت هلا ما لا يعني لا انا بالنسبة للي بقيم الفوز كتير كتير عالي وسام براستي ما فاز اشي وصل لفاينلز مرة وبعدين كركب الدنيا بصفقة هاردن هيوستن وعراسي وعيني فيه اشياء وحركات كتير حلوة سواها بس عشان تكون انت افضل جي ام بالدوري باخر 20 سنة لازم نربح البطولات فبالنسبة للي حطيت وعنده شو عنده نخت غير عن البطولة لشان مراك البطولة حظ لو وصلت لنهائي لو نافس بس لا ما بقدر احكي انه احسن جي ام وعمل صفقة هاردن ما بقدر صفقة هاردن كانت اسوأ صفقة اخر عاقل اسوأ صفقة كارثة حتى لو عمد 20 صفقة جيدة جدا هاي كانت صفقة كارثة اسوأ صفقة حرفيا ما عم ببالغ حرفيا اسوأ صفقة الاخر من 2010 باعث يمكن تاريخ الانبي من اسوأ صفقات تاريخ الانبي فلا صعب نحطه هاي بدها بد يعمل كتير اللي يغطي ع هاي الغلطة بده يسرق سرقة بدينها بلاعب نهب من شي نادي يوقعوا بطريقة معينة بدون ما بدون ما يتخلى عشان الهديكة كانت كارثة صفقة اه انا حطيت اربع اسامي مه اتوقع احسن جي امز باخر 20 سنة بالنسبة للي اول واحد بوب مايرز اللي ما بيعرف بوب مايرز هو جي ام تبع جولدن ستيت ووريورز بعدين عندك مساي مساي ما عم بحكيها بس كمشجع راحترز العلم حتى انا بشهد اشهد اه وارجعوا ايامه مع النوغت سمى النصب عن نيكس بصفقة كارميلو وظبطهم مساي كتير شاطر مساي نصب انه بيجيك بيكون عنده لعب ورح بعمل لك صفقة ما بتعرف كيف مية بالمية مع انه تكنيكلي البرزيدنت بس بات رايلي اللي بعمل كل اشي داخله القرارات كلها اللي بعملها اللي بيسير بميامي جاي من بات رايلي وصر له معهم مليون سنة من نص التسعينات وارسي بيوفرد ارسي بيوفرد كتير اندر ريتد واللي ما بيعرف لانه ما عمره بيطلع بالإعلام كتير مخبه ارسي بيوفرد سنة تابعون تيم دونكين ودريغ بابوفيش والبطولات كلها تابعة السبيرز مع جنوبي وتوني باركر كلها الامور هاي ارسي بيوفرد قاعد هو اللي قاعد بعمل هالحركات وفكرة انه انت تنافس وتاخد بطولة بالتسعة والتسعين وترجع تاخد كمان بطولة بالالفين واربعة عشر خمستعشر سنة فرق بيناتهم وعندك نفس حجر الاساس الواحد بس كل اشي حوالي تغير قوية جدا فارسي بيوفرد كمان هو الرابع بالنسبة للي هدول الاربعة top four ما بعرف زنسيت حدا ممكن جري وست بس جري وست بالعادة ما بيكون هو جي ام بيكون مستشار انت علي بس كمان صح وحش الزلم بارح دخلت كان في سكاوت سكاوت بلش يتحدث عن جام ورانت بشهر واحد قبل الدرافت لما كان لسه بالجامعة جام ورانت سيقول انشواء اسمعوا في واحد على عيني هذا يكون اكيد first round بيك بعدها بشهر قال اسمعوا هذا يكون top five بيك بشهر ثلاثة قبل 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 مارش مانس حكى guys this is my number one بيك وهذا نفس سنة زيون فبعدها وضله وهلا طبعا ايش مكيف على ثريد نبالح بس عمله ري بوست بس عشان نبالح عملها ريتويت عشان نبالح شاطرة بيقيم اللعيبة بعدين كل ما يحكي عن لاعب بيكمله بثريد انه يورجي الريسيت امت انا بلاش تحكي عن هاد اللعب وفعلا هذا وحكي انه جام مورانت لازم افضل اللعب الدرافت هو جيري وست جيري وست يا أخي بقيب كوبي صح ارجع اسمه حلقة ستباك كوبي حكينا كل قصة جيري وست والحركات اللي سواها عشان ياخد كوبي حط عينه عكوبي قال لك هذا رحيطلع نجيم فجيري وست ما بدخل بس عشانه كتير مرات ما بيكون هو جي أم بيكون مستشار بيجيبوه بيضبط الوضع وبروح طيب سؤال حلو جدا من ايه خاروب كمتابع جديد لكرة السلة في واحدة من حلقاتكم حكيتوا ارجعوا احضروا الهايلايتس لبليك جريفن اول ما دخل الان بي اي والصراحة ابداع سؤال ومين فيه من لاعبين الجيل القديم لازم الواحد يرجع يحضر لقطاتهم عشان يستمتع طبعا بعيدا عن الاساطير وهذا اللي حل السؤال كله بعيدا عن الاساطير اللي كلنا منعرفهم جوردن كوبي الاخر انا طلعت باربع يدريس عندي اربع سابق سأعطيك يا خاروب رح استمتع اوكي الاول تيمك تريسي مجريدي رح تكيف على تريسي مجريدي رح تكيف تياسي انه تريسي مجريدي مش من افضل 75 لاعب عشان اللي لعبه ضد تريسي مجريدي بيعرفه واولهم كوبي بيقول لك اصعب واحد اللي لعب ضده كان تريسي مجريدي اكتر واحد كان يخاف منه تريسي مجريدي وما خلاه يتدرب معه بالصيف عشان ما بده يعرف كيف هو عم بتدرب اصراره اكتر واحد يخاف منه والإصابات هو نحن شفنا طلعوا عرقامه اللي بدت 4-5 سنين لما ما كان مصاب بالماجيك وهاي النقطة اللي بدي احكيها احضر تريسي مجريدي مش هايلايتس مباراة احضر للمبارايات بالضبط تريسي مجريدي مش بس هايلايتس بروح احضر للمبارايات بأيام عزه لما كان هو الهداف تبع الدوري مع الأورلاندو ماجيك بأول اكمل سنة مع الروكتز كمان بس خصوصا أيام الأورلاندو ماجيك احضر مباراة كاملة شوف حركته على الملعب شوف الشمي شوف الفيكس شوف كيف بوزع لعب شوف كيف بدنك عراس الناس الأثلاتيسيزم خرافي جدا سواق وممتع جدا سواق وعيونه دايما مساكرين زي كأنه نايم زي كأنه نايم بيعمل كل إشي بسهولة فهذا كان أول اسم طلعت فيه اسم التاني لاعب صار فيه تريد وتاجر وفيه من أورلاندو إذا أنا مش غلطة لا من هيوستن لأورلاندو لما تريسي راه على هيوستن ستيفي فرانسيز ستيف فرانسيز ستيف فرانسيز يا إخوان امسك لاعب ستريت بول وحطه بالأمبيئة دريبلز وفيكس وكروس أوفرز وحركات وسواق كمان ما كان يفوز يعني ما كان لاعب رح يساعدك تفوز بطولة بس كاستمتاع كترفيه متعة متعة احضر لستيف فرانسيز ستيفي فرانسيز اللاعب الثالث اللي حطيته على الست يدويس سيعجبك كتير رح يعجبك شون كيمب شون كيمب بدك دنكات ما بعسي أي حلقة حكيناها بس مرة كنا نحكي عن دنكات شون كيمب قلت لك هذا الزلمة الخرافي جدا فيه يعني فنس كارتر للعلم روح حضر فنس كارتر كدنكات أحلى دنكات أحسن إن جيم دنكر شفنا بالتاريخ للعلم فنس كارتر بس فنس كارتر ما كان عنده شغلة عنده شون كيمب شون كيمب كان قليل أدب بس يدنك عراسك بخليك تعرف إنه دنك عراسك فيه الدنك اللي علستن اللي كتير مشهور دنك وبصير يقشر عليه بإدتين وكان يحلق يحلق ولما يدنك بشراسي يدينه بام بام دنك على الكل روح حضر شون كيمب يا حبيبي روح حضر شون كيمب إذا بدك دنكات درين ما وآخر واحد واحد من أكتر اللاعبين اللي أنا بحبهم بتاريخ الـ NBA متعة التمرير جيسون وايت شوكولت وليمس يا أخي أوف أوف الباسات أوف الباسات كمان ستريت بول كمان ستريت بول بس يعني في باس في تمرير سواها جيسون وليمس بالروكي جيم تبعته الالستار روكي جيم تبعته لليوم ما شفت ولا حدا حتى حاول يعمل هذا الباس وانت بتعرف يا دويس أي واحد الالبه الكوع اسمع أنا ايده من وراء الطابة من وراء بش مطهب كوعه اسمع بس تريبلز هاندلز احضر هي شغلة بس يا خروب احضر لجيسون وليمس قبل ما يعقل لأنه عقل وبعدين فاس بطولة مع مايامي وهو عقلان زلمة بيعرف يلعب اللعب الصح احضر جايوين انت روح ضر له أيام مايامي ايام ساكرمينت كان يكرهه يوبي براون اللي هو كان مدربهم كان يكرهه نشلطه انه بيقول لك انه الزلمة مراعى منفس وصار يدربه بيقول لك الزلمة يعني ماهب ساعدنا نفوز فهو غيره بس قبل هيك لما كان مع الكينز متعة متعة اللي بيسويه على الملعب متعة هاد الباس تبع الكوع من يوم مرة كتبحت لي منه عشان كنت بدي أسويه مباراة حاولت أسويه من يوم مرة لأخير زبطته بس حاولته حاولته من يوم مرة مش مباراة رسمية بس بالتدريب يعني وهيك سويته طيب واللي اللي أخذ الباس منك حطها ولا لا لأنه جيسون وليمس هاي اللي خربت برا حتى ما أتذكر المهم أنه باس زبط ووصل بس احتفلت كان نسجلت قول اسمع خلينا أحكي لكم كمان أضيك لك كمان أكمل اسم يلا آلين آيفرسن آلين آيفرسن طبعا أنا بالنسبة لي أكتر لاعب استمتع بحياتي شفته يعني مش معقول آلين آيفرسن اللي كان يسوي شباب آيفرسن طوله متر وسبعين متر وخمس سبعين يمكن متر وخمس سبعين خمس سبعين كيلو بالكتير متر وسبعة وسبعين ما بتصدق ديش كان حجمه صغير كذب أنه طوله سيكس سوفت مش مستحيل حتى بتشوفوا نحيف ما في حد بيحارب أكتر منه تحركاته أسرع إنسان كان بالدول لازم تحضر يحضر لك أي مباراة يحضر أي مباراة من البلاي اوفس 2001 فيه مباراة يمكن ضد احضر سلسلة الرابترز احضروا سلسلة الرابترز سفن جيمز هو فينس كارتر واحد التاني واحد التاني يحضروا كمان في تيناس منذكرين فينس كارتر الختيار أو شايفين لا 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 فينس كارتر صغير كمان صغير فينس كارتر كان فينس كارتر عنده طب 100 دنك فيديو على يوتيوب طب 100 طب 100 طب 100 كلهم متعة كلهم متعة يا أخي فيه دنكات فيه دنك مستحيل أنسى بمسك بعطوه اليوب الاليوب لورا وبكون بالهواء بمسكه من ورا ومشمطه في عندك اللي ضد البيسرز اللي بمسك الطابة بنزل تحت الرم وبرجع بطلع بحط الريفيرس بقيتين ما بعرف كيف في عندك طبعا لدنك دلموت نطفوق واحد للي ما بعرف دنك الموت لما بنطفوق واحد طوله 7 فيت بالأولمبيات فينس كان روعة روعة بالتدنيك وآخر لاعب ستيفان ماربري ستيفان ماربري تبع التيمبرويربس حيلا كان يونج ستيفان ماربري كان هو وكابن غارنت خرافية صراحة ياريت كمنوا مع بعض ياريت أظن كان بقدر تسوي أشياء فضيعة كان هم نسخة نسخة الألفنات من كيمب وبيتن نسخة السوبر شارجد المصاري المصاري خربتهم بده مصاري هو غار من غارنت لما غارنت وقع مع العقد الخرافي جدا تبع سوف أزيد كمان اسمين بس عشان أنا وياك حكينا كثير أشياء ألفنات وتسعينات إذا بدكم ترجع لأوارا شوي احضروا لاري بيرد وماجيك جونسون وإيزايا توماس وإيزايا توماس جيمب فايف الف وتسعمية وتمانية وتمانين بالفاينل بيخسروا هاي الجيم هتسمع عنها أكتر بحلقة بس احضروا كايري قبل كايري جيمب 5 1988 أيزايا توماس حلو طيب السؤال من تميم ثلاث سلاسل بتكو تشوفوها هالسنة بالبلياوس فهون ما عم نحكي أشياء واقعية عم نحكي انت شو بدك تشوف واحد منهم ذكرتها بحلقة المنافسين وحرجع عيدها جريزليز والليكرز ياريت ياريت أشوف هدول التنين ضد بعض يونجينز الصغار ضد الملك والخطائر اتفق 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 مية المية اتنين الصنز والوريورز ياريت أشوف الصنز والوريورز لأنه أظن هاي السلسلة رح تكون مستوى عالي جدا 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 من كرة السلة ويا رب يكونوا التنين كل اللعيبة عندهم اتعافوا ما في حدا مصاب كله هلثي لأنه مستوى سلة اللي رح تشوفوه مستوى التدريب مستوى التنفيذ اللي رح تشوفوه على الملعب قمة السلة قمة السلة فهاي مية بالمية بدي أشوفها بس اللي بدي أشوفها أكتر من أي شي تاني أي شي تاني يعني إذا بتحكيني نقي بس سلسلة واحدة سلسلة واحدة يوجد تشوفها فيلي ضد النتس لأنه الدراما والضحك اللي رح يصير خرافي جدا بن سيمينز جيمز هاردن ضد فرقهم القديمة اتفق اتفق معك هؤلاء هم أظن خاصة الجريزلية والليكرز وفيلي والنتس هؤلاء السلسلتين أكتر شي دراما اللي بدي أشوفهم ميامي ضد البكس بعتقد هيك في ثقر في عدائية في رائب الري هلأ ولعب سنتين وربعات ثالثة والسنة الماضية بهدلوهم والسنة القبلية هم بهدلوهم فبعتقد هالمرة هتروح سبع مباريات لو بلعب ضد بعض إن شاء الله وكمان الريماج سبع النتس والبكس أحس النتس والبكس تكون حلو الريماج سؤال من حمدوف شنو رأيكم بسيطرة اللاعبين النجوم على قرارات الفرق الإدارية وفي طريقة برأيكم تقلل منها السيطرة أو في طريقة برأيكم تقلل منها السيطرة سؤاله هذا السؤال بس اسمع فيه شخص اسمه يمان كتب سؤال تاني ورح أربطهم ببعض ورح أحكي لك ليش سؤال ينان هل نحن هلأ عم نعيش بأكتر فترة بتاريخ الدورة فيها سوبرستارز من ناحية الكمية والنوعية كمان لدرجة الفوارق بينهم كتير بسيطة حتى صرنا نشوف بيك ثري بأغلى فرق الدورة المنافسة ليش أنا رح أربط لك يابي ببعض لأنه بالنسبة لإلي هدول السؤالين والأشياء اللي عم بيحكوا فيها الان بي اي خلقوه وين رح أرجع لك الان بي اي بالتمانينات لما صارت حقبة بيرد وماجيك حكناها أكتر من مرة كان دوري مش من شعبيتهم كبيرة كتير بأمريكا كرة السلة والأم بي اي ما كانت شعبيتهم قوي كان في البيس بول أقوى منه طبعا الأنفل اليوم كتير أقوى وأقوى من أي شيء تاني شو قرروا يعملوا عملوا شغلة الدوريات التانية ما كانت تسويها صاروا يصوقوا ويروجوا اللعيبة فأيامها بدت مع ماجيك وبرد وبعدين وراهم عندك الليكرز والسلتكس تلاحظوا أنه الناس تحب هذه العدائية والتنافسية اللي عم تصير بين هاللاعبين دخل مايكل جوردن على الساحة شفو لك واحد حليوة بطير بحلق لعيب ممتاز قرروا أوكي خنا أخذها أكتر دخلوا رايكي على الساحة وصار مايكل جوردن من أشهر الناس بالعالم كله بعد ما زادت شهرة اللعبة وشعبية الـ NBA صاروا الـ NBA دايما يسوقوا اللاعبين أكتر من ما هم عم بسوقوا الفرق وهذا الحكي عم بصير عم مدى سنين وأكبر مثال شغلة كتير صغيرة بس لاحظوها لما ييجي الفريق الترويجي التسويق تبع الـ NBA يحكي لك عن مباراة رح تصير يوم الخميس الجاي ما بيحكو لك الليكرز ضد بعرش مين بيقولولك لبران ضد يانس بحطوا اسم لبران واسم يانس حركة كتير صغيرة بس هلها سنين هيك عم بتزيد واللي صار إنه لأنهم سوقوا اللاعبين أكتر من ما سوقوا الفرق شوية شوية صارت الجماهير أكتر تحب اللاعب مما هي بتحب الفريق خصوصا إذا انت مش من مدينة يعني أنا عشت بتورنتو بحب الـ Raptors بس لما كنت عايش بالأردن كنت أحب آيفرسن مش السيكسرز لو آيفرسن محل تاني كان رحت معه وشجعته بمحل تاني كتير في من عندنا جماهير هلأ بحبوا لبران بحبوا ستف بشجعوا الـ Warriors عشان ستف لبران كانوا يشجعوا الكافز لما كان مع الكافز كانوا يشجعوا الهيت لما كان مع الهيت هلأ بشجعوا الليكرز أنهم بشجعوا لبران فهي شوية شوية صارت تزيد شعبية اللاعبين من وراء تسويق الـ NBA بعدين يجعوا لبران وكسروا الدنيا بالـ 2010 قال لها إذا أنا عندي كل هالقوة وكل هالشعبية رح أستفيد منها وعملي بالدية وبدأت الـ Player Empowerment Era وهلأ خشينا بيعني كل حدا عنده صار هاي القوة لدرجات طبعا في ناس أكتر من ناس بس برأيي الشخصي خاب طبعا أثرت عقرارات ومش شغلة منيحة و أظن رح توصل المرحلة أنه لما يجوا يوقعوا اتفاقية العمل الاشتراكي الجديد الـ Collective Bargaining Agreement بين اللاعبين والأصحاب الأندية هاي شغلة رح يركزوا عليها كتير أصحاب الأندية لأنه صارت هلا إيش ما بدي أسوي أنا كلاعبة سوية أخي عطيني السوبر ماكس بعد بستة شهر ما أقول لك بدي أطلع من فريق يا أمي عم بيخربوا حالهم عشان هيك شاك مثلا نزعلان من بن سيمينس أنه أنت أخذت الماكس وأنت عم تخرب أنت عم تأثر على فلوس الجيل القادم الجيل القادم لا سيكون لدينا نفس الحرية في اتفاقيات العمل المشترك اتفاقيات إيش اتفاقيات العمل المشترك لا سيكون لديهم نفس الصراحية عشان ولكن الفراء سيضغطوا عليهم أكتر فهذه المشكلة معهم لأنه خلص خسراني بيها سؤال من عمر أعطونا أكثر رأي يجاب لكم مشاكل ولكن للآن مت مسكين فيه أحبيته هذا أنا أظن شخصيا أظن عندي أراء من هذا النوع كتير أقل منك شو أصدق هاي رأي عندي تذكروا شغلي يعني يحكي ليش آلان جوردن طب 20 هاي كبه ما أهم رأي قلتك قلت فيه بوتينشي لكون طب 20 ععدت هات بوتينشي لقول اسمع بحلقة طب اسمع 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 استنى رأعطيك رأيي أنا وإياك متمسكين فيه لليوم بعدين رأعطيك رأيي حكيته بطلت متمسك فيه لأنه تغيرت الأمور بس بتذكر لما حكيته دمرني الدنيا اللي اللي متمسك فيه لحد هلا وإنت متمسك فيه لحد هلا إنه لبرون مش لقوت عندي بكتابي مايكل جوردن لقوت فمية بالمية هدأ بتجيب لنا مشاكل بالالفين وتسعة عشر بدايات البودكاست كنت أنا كمشجع الرابترز حاضر كل مباراة كل ثانية لعبها كاواي لانرد بالبلاي اوفس ودخل على الموسم الجديد عم نيحكي أنا وإياك قبل ما يبدأ بتحضيرات للموسم الجديد وقلتلي أي لاعب بالأم بي اي خطار واحد يعطيك آخر تسديد قلتلك بدون أي منازع كاواي لأني أنا شايف اللي سواه قبل تلتة شهر بس وربحني بطولة ونزلناها نحن كليب صوتي أيام كان ما كنا نصور تققت العالم في تققت المسبات نزلت من فوق وتحت يا أخي إنه هدوا بالكم رأي شخصي هلأ تغيرت الأمور اللاعب هداكة راح مارجعنا شفنا كاواي بهداكة المسوى الالفين وتسعة عشر دا اليوم مع الإصابات ومع كل إشي صار بس أيامها جاب لي مشاكل كتير ما بنساها ما بنساها كنت بس جديد على السوشل ميديا وعا التويتر يا أخي كالك مهادل أنا أكثر رأيي سوالنا مشاكل الشي اسمه لما صنفنا لوكا فوق ستيف بتصنيف اللاعبين أوه صح أنا نسيت عنها هاي لأنه هاي أنا ما كنت أنزل أنا انستجرام اتجنبت فكرة تنزل اللاعب كلهم من وقتيها خففتك تماما من وقتيها خففتك أنا دخولها على انستجرام صرت أقول لك صرت خفت تدخل كل يوم هلا بدخل كل يومين ثلاثة فانت علي بس لا الهلا مختنى في أنا تخيرني هلا مثلا لسانة واحدة بدي أخذ لوكا ولا ستيف بأخذ لوكا أنا كمان وأكتر راحت برجة بعيد لما حدث سألنا عنها برجة بعيد ستيف مشكلته بس حجمه يا أخي ما بساعده يعمل أشياء لوكا ويقدر يعملها وناس أكبر منهم يقدروا يعملوها ودايما برجة بعيد هاي الشغلة طلعوا على شو صار مع لوكا السنة الماضية وكيف دخل على البلاي اوفس وشو عمل وكيف كان هيك ورا يغلب الكليبرز فول سترنكث وبعدين طلعوا على الجهة الثانية شو صار مع ستيف لما فريقه ما كان بلعب صح وفاهم النظام تبعه ستيف بحتاج نظام ولعب معينين لوكا ما بحتاج غير حاله وبرفع كل حدا تاني اللي هو نفس الاشي اللي بيعملو لبران على سبيل المثال وهاي المشكلة مش حقع ستيف يعني بدنيا ما بيقدر لا ستيف كسكورر أفضل كمان مش تقليل منه بس كسانع العاب لوكا بالنسبة لي يعني اللي بيقدر يعمل لوكا كسيطرة على الجهة الهجومية بس لو لا ياخته هو الهامل لو ما بده هامل يعني ما حمالته ما حمالته لساتي لو أنا بدي أختار فريق بحكي هذا رأيي الشخصي ما تقوموا علي جايستاف ترى أنتو غريبين ها جنان رح يقوموا المشكلة أنا وياك ما لاحظنا شو سوينا جاوبنا هذا السؤال لدينا نفس الرأي اللي بيجيب لنا مشاكل وهلا رح يجيب لنا كمان مشاكل طيب السؤال اللي بعده من وليد شو رأيكم من أحلى قصة ممكن تكسب الانبيئي السنة دي كقصة يعني عم نحكي مين بقدر يطلع بطل يكون قصته أحلى قصة عندي أكمل واحدة اجوز سي بي ثري مية بالمية كريس بول يربح بطولة بعد مليون سنة قوية جدا دمار قوية جدا انه ياخد بطل ياخد خاتم بعد كل اللي صار والناس ما بتعطيه حقه بعدين أحلى سنة إليه قدمها وكل اللي صار السيف الماضي لما نحكي انه أوفر بيد وكل هالأمور هاي فإذا صفة ما اخذ لقب كتير حلوة ويكون عم باخده بالإيست كمان انه ترك راح على الوست ورجع فحلو القصة كلي والوريورز يرجعوا للقمة قصة حلوة كتير بعد ما مروا بأكمل سنة صعبة هاي قوية جدا جيمز هاردن نعم ما باعرفت إذا أنا شخصيا راح أحب هالقصة بس ميش حلوة قصة قوية طيب عندي 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 سؤال إليك استنى استنى عندي سؤال آخر واحد قبل ما أاخد رأيك فيها بس بدي أحكي لك شانق قعدت أفكر فيها لما فكرت بالسؤال إذا ربح بطولي مع Miami Heat كيف بتأثر على مكانته مكانته هو بس هو ما ما بعرف ربح بطولي بآخر عمره اختلف ما بترفع إيش زي top 50 player لا بس ايش top 50 top 100 لا هو لا ما راح زي طبعا top 50 لا لا ما سي top 50 هو هو سي يقول he will cement شو فكرت بالجهة عشان بتفق معك هذا هو الأصص أحلى الأصص بس شو أسوأ أسوأ نتيجة ممكن تكون النت صح كاري و بن سيمينز كاري و بن سيمينز النت أسوأ كاري و بن سيمينز أسوأ 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 صح أسوأ كاري و بن سيمينز يفوزوا بطولة بعد اللي عملوه هاي السنة كارثة أسوأ قصة إنه بتدايق نفسيا إنه لا يا أخي لا حرام إنه أجمعنا درانت معهم تخيل نديت إنه جبنا سيرتها عشان هلأ هلأ بحس إنه حتسير هلأ عشان عشان زي عكس النحس إنه حسدناهم بالعكس نسيت شو هي وخلص جبنا سيرتها ما بعرف هلأ يمكن تسير بالنبيئيور بالنبيئيورس بعالم بالنبيئيورس سؤال من مأمون لو خيروك بمواجهة بين فريقين عبر التاريخ عبر تاريخ النبيئي الكامل مين بتحب تشوف لبرون خرب الجواب المثالي اللي كان عندي إياه اللي هو البولز من الخمس وتسعين ستة وتسعين اللي ربحوا تنين وسبعين مباراة ضد الوريورس من الفين وخمس و الفين وستعش اللي ربحوا تلاتة وسبعين مباراة بس لبرون خرب الدنيا وراح ربح بطولة فصفى الفريق التاني بهاي المعادلة ما عنده بطولة فحطيتم عجنب ماشي بس لبرون اكتر المهم فبدل الالفين وخمسة وستعش ووريورز يا الالفين وستعش سبعتاش يا سبعتاش وثمانطعش ووريورز اللي هم ووريورز دورانت وستيف وكلي ودريمند ضد الناينتي فائب نانتي سيكس بولز أم جي بيبين رودمن الجماعة تخيل الماتش اللي عم بتصير تخيل الفريق بين التكتيك والاستراتيجيات يا دويس عندك على الجهة جوردن وعندك بيبين على الجهة تانية عندك ستف كيدي وكلي وعندين عندك رودمن ودريمند هاي لحالها لحالها ماتش رائع هدو رح يدقوا بعض فيه هوش رح تسير في جيم ون وفي جيم ستبعد الان الان ينكحشوا فما رح يلعبوا في جيم ثري برجع وغير برجع مية بالمية رح ي مية بالمية عندك ستيف كر ضد ستيف كر ستيف كر اللاعب ضد ستيف كر المدرب فحلوة كمان التريانجل وخطط فل جاكسون والطريقة اللي بلعبوا فيها ضد سبيس ان بيس والثلاتيات ضد الميد رينج فكتير في أشياء حلوة ممكن تصير خيرتني من أي فريقين بطريق أنا يكب أحب أشوف كوبي وشاك ضد ام جي كوبي ضد ام جي بالنهائي هاي بتكون حلوة وكوبي ضد لبران ما شفنا نهائي كوبي ضد لبران حي لا شفناها ما عمروا شفناها فكوبي ضد بالفايل ما عمرنا شفناهم بالبلياوس لو تفكر فيها شخص جنونية هاي الشغل انو لبران وكوبي بحياتنا ما شفناهم بالعبوا ضد البلياوس بالبلياوس اكتر اشي شفنا بالعبوا ضد بعض بكريسمس خوية حلو آخر سؤال قبل من معاد لو كنت مدير رياضي كيف تبني ثقافة النادي خصوصا في فرق ميتة مثل ساكرمينتو كينغز أول إشي بسوي بكحش وبطرد كل حدا دخلوا بهذا الفريق عشانه يعني بصراحة بعطيهم سيفرينت باكتج منيح نخدوا تفضلوا وروحوا يعيشوا لسنة بدون شغل بس لازم أكحشكوا كلكم لأنه الجنكس تبع الفريق لسه عليكم خلص لازم ندوم أول جديد بعدين تبدأ بمدرب فاهم راسه بالرجلية مدرب جدي بده يفوز بعدين تبدأ بنجم واحد بعد المدرب تقرر بنجم تبدأ بواحد عقليته صحة ونضيفة مش بس إمكانيته بس عقليته صحة ونضيفة بعدين المخضرمين اللي على الفريق بعدين باقي الفريق لازم المخضرمين هم يكونوا اللي ماخدين الموضوع بجدية ما في عندك عادي بدي أطلع أسهر بخلي أطلع أسهر لا كمان مرة بنرجع بنعيد عن حلقة يوم السبت في قصص حكناهم عن ثقافة وعقلية الباد بوي بستنز ما تسمعوها راح تفهم بشو قصدي لما الفريق كله يركب بعقلية واحدة ويلحق القائد تبعه تثبت الأمور بس الكينغز أظن ما بتثبت معهم للأبد حالي ياسي سكروا النادي ونقوا العسيات تفتحوا كسونيكس تايم اوت جاءنا من التايم اوت سنكمل بالأسئلة يا دويس أول سؤال راح نحكي فيه هلا من عدي عدي بدي يعرف أنه إذا امبيد فاز خاتم هذا الموسم مع هاردن أو الموسم المقبل وين بيكون تصنيفه بين السناتر في التاريخ وهل بيكون بنفس مرتبة يانس أو أعلى أو أقل أكيد أقل أكيد أقل ما بيقرب على يانس ما بيقرب على يانس ما بيقرب على أعظم السناتر بالتاريخ يا عدي امبيد إذا فاز ممكن يكون عنده MVP لأنه بلكن بيكون فازها هاي السنة بيكون عنده خاتم ممكن الـ MVP ما بنعرف تعرف السناتر السناتر سيطروا على الدوري لأول ستين سنة من الدوري من الـ NBA تعرف قديش تفطح سناتر سناتر خرافيين كريم حكيم شاك رسل ويلت موزز إذا بدك تعتبره ممكن بس كمان تقدر تعتبره power forward حكيت حكيم حكيت حكيم ديفيد روبنسون باتريك إيوينج يزلمي مليون واحد ما بتخلص باتريك إيوينج ما بحطه بهاي المرتبة بعد ما تنزل بس تنزل فهدول ناس أساطير يانس يوكيج حتى التنين عم بتسلقوا أكتر من من يوكيج عنده الـ MVP وعنده الـ P.E.R تبعه هلا وعنده أشياء كتير ولسه صغير لا وعنده أهم أهم إشي أوجيه أطلعي بس عشان عن نفس النقطة أهم إشي إنجازات بالـ Playoffs حتى لو ما فزت إنك تنافس بالـ Playoffs حاليا لحد الآن مستوى مستوى عنده أرقام عنده عقلية عنده كل إشي ما بيقربوا عبعض لسه وبدوا يشد حاله عن بيت إذا بدوا يقرب على مستوى يانس مازن سألنا مع سيطرة اللاعب الأوروبي على السلة الأمريكية بحكم أنه أفضل لاعب حاليا أوروبي يانس أو يوكيتش ومستقبل الدوري لاعب أوروبي لوكا هل نشوف سحب البساط من الأمريكان وتصير أوروبا مركز كرة السلة مثل كرة القدم مع العلم أنه أوروبا مش ناقصها مال أو موهبة مع توسل اللعبة حاليا بأوروبا رح أجاوبك إياها بأسلوب شوية غير رح نكي عن القدم الدوري الفرنسي في حياته ما رح يصير أحسن من الدوري الإنجليزي ليش لأنه لما يطلع لاعب النجم من الدوري الفرنسي يعني بيروح على PSG هالأيام هاي أو بيروح الدوري الإنجليزي وهذا رح يظل يصير اللاعب النجم زي لوكا اللي كان نجم وهو عمره 16 17 سنة بأوروبا أول ما صحله يدخل على الأنبياء سحب حلو يجعل الأنبياء رح يظل ويجي النجوم من أوروبا لأميركا ما رح يقربوا عليهم مستحيل أو إذا بدهم وقت كتير لسه أنت فرق الأموال بين أوروبا عم نحكي عن كرة تسلي فرق بينهم وبين الأنبياء فرق شاسع شاسع ولا حتى بيقربوا على بعض طيب سؤال من أحمد ممكن الأجواء اللي شفناها حلو ممكن الأجواء اللي شفناها بأول بأول ستار وعظمة مايكل جوردن من جسم العالم كرة تسلي أنه واضح للكل أنه مايكل هو القوت والمقارنة مع لبرون يجب أن تنتهي الجميل بالموضوع أنه أنا وياك حكينا بهذا الأشي بأول حلقة هيبة مايكل غير هيبة مايكل إشي تاني وإذا تكون تعرفوا ليش هو القوت يا إخوان مش بس اللي سواه على الملعب اللي سواه بره الملعب روحوا اسمع الحلقة 45 بالحلقة 45 أنا ويدويس كان أيام عز كورونا متذكر وكان طالع من The Last Dance كانت مسورة الحلقة كانت مسورة كانت صوت بس موجودة على يوتيوب صوت كنا نحنا بعد كل حلقتين من The Last Dance نقعد ندردش عنهم ما كان فيه شي تاني نحكي فيه بعلم السن العالم بعد ما خلص حكينا عن آخر حلقتين التاسعة والعاشرة بعدين اتعمقنا أنا وياك بعظمة مايكل جوردن مش بس على الملعب بره الملعب أثروا على الرياضة بكتير أشياء بتكون جد تعرفوا ليش مايكل جوردن القوت اسمعوا هديك الحلقة وروحوا يحضروا اللي حكي عنه دويس وجوده Alpha of the Alphalfers 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 أحمد بسألنا سؤال افتراضي لو خيروك بتغير شعار نادي واحد مين بتغير لشو بتغيره اسمح هذا جاوبنا قبل شوي الكينجز بيصيروا السونيكس فقط طير سؤال افتراضي تاني لو تشبه كل لاعب سلم لاعب قدم نفس مثلا كايريب ماسي لبرون بكريسيانو رودمان ببيبي ببي ببي يحكي عن ببي 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 مارتغالي ما عرف مين شوف الحلو بالموضوع انه حكاي لك لو تشبه لا كل لاعب سلم لاعب قدم مثل كايريب بمسي انا ما بتفج فيها انا كمان ما بتفج فيها ستف ماسي ستيف ميسي لبرون كريستيانو بات تفق لبرون كريستيانو بات تفق ما عندي مشكلة كايري بتعرف مين كايري كرونالدينيو حلو حبيت حبيت وانا حلو بالموضوع انه بصراحة ما ركزت بس احطيت اكمل مثال ما ركزت بس على عيبة من هل رجعت لزمان فحبيتها هاي الحركة زيدان ماجيك ممكن حلو بيرلو ستوكتن ستوكتن لا بحس هيك اشي اسهل من ستوكتن اشي احكي لك من وين جيب بيرلو وستوكتن بيرلو كان دايما هيك بيعمل اشياء على ملعب القدم رائعة بس بيين عليك انه ما عم بيبذل جهد وانه اللي سواها كتير سهل مع انه بيكون صعب كتير ستوكتن الطريقة اللي كان يدير فيها المباريات ويلعب البيك ان رول بالذات كان يبينها انه شغلة كتير سهلة بس ما حدا عمره سواها زيه ممكن فانا شبهته هاي اشي لانه كان يدير مباريات يصنع لعب بس ما في الفلاش ما بتحسه عمل اشي كتير صعب عم بيلعب بيك ان رول بس عم بيلعب بيك ان رول كتير احسن من اي حدا تاني شانيك حطيت بيرلو ستوكتن ممكن لا ممكن اه سؤالي لقلك هلا ام جي ما بتقدر تحكي مارادونا ما في ما في فكرة في ام جي صح ما في ما في ام جي قدم ما في طيب وما في وبالعكس ما في انا بالنسبة لي افضل لاعب بالتاريخ اعلى قمة وصلها لاعب قدم مارادونا في مدة 3 ا4 سنين بين 86 وبين 88 نابولي وارجنتينا هاي اعلى قمة بالنسبة لي وصلها لاعب قدم ما في كمان بكل تسلي وارادونا عشان مارادونا الشخصية الكاملة الشخصية ال اللايف ستايل الكيف كان يسيطر ال الهيكة ما بعرف الروح العفوية كان ينعب فيها كان شي مش طبيعي مش طبيعي يسوى مارادونا ف ما ما في مارادونا ما في ان بي اي بالمارادونا ما في مارادونا بالان بي اي اوكي طيب مين رونالدو فنومنو انا بحكي كوبي لا بس في فرق كبير في شغلي واحدة يا اذا العقلية ما منفع ما منفع كوبي لازم ما بصير تحكي اوكي بس احكي لك وين بزبط رونالدو فنومنو لما كان بعزه كان افضل مهاجم بالعالم ولليوم من افضل مهاجمين التاريخ هداف بكل معنى الكلمة ما حدا بوقف قدامه كوبي براينت لما كان عز التهديف تبعه ما في حدا بوقف قدامه اه بس رونالدو كان عنده كرش بعدين صار عنده كرش وشه صغير بس كرش كرش هولس عم بلعب انت لي كوبي صار عنده كرش بس بعد ما خلص طبين رونالدو فنومنو ما بعرف مش لا بقى كتير اسمع فيه واحدة فيه تشبيه للأسف بيشبهوا بعض بس يعني واحد بحبه كتير وواحد ما بحبه بس بيشبهوا بعض من ناحية اسلوب تحركهم اسلوب اللعب اه ايفرسن ونيمار وجعتلي جلبي صح انا هيك وجعتلي جلبي صح عشان ما بحب نيمار بموت بي ايفرسن بس بيشبهوا صح هيك التحركات وجعتلي قلبي كتير لانه لما حكيتها فهمتك بس اديقت 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 اه بقول لك توجعي كانت خليمشي حتسؤالي بعده بسرعة يلا سؤال من أروى توقعوا لبرون بعد تصريحاته يكون بده ينتجل على كليفلند ولا هي ضغط على الإدارة وين أكتر مكان مناسب بيعتزل فيه كيف ما حكينا عن تصريحات لبرون بلوستر ويكند ما كنت عارف انه رح يجي هذا السؤال شفته بالقائمة هذا انت نجيته للعلم فأنا لما قعدت اتطلع بقائمة الأسئلة شفته قلت خليحكي فيه لما نوصل مية بالمية ضغط على الإدارة ومية بالمية حركة بيعملها لبرون ومش أول مرة بيعملها لبرون لبرون ماستر زعيم زعيم باللي بيسموه الاندر هاندد شو الكلمة انه من تحت لتحت من تحت لتحت بو شمطك حكي بنص وجهك صار له من بعد التريد دادلاين مش مصدق هو يو شمط حكي على روب بلينكا وإدارة الليكرز وما في حدا بالمية بيعملها حسن منه اسمع مية بالمية ضغط مية بالمية ضغط بعرفش إذا نحن حكيناها ولا سمعت سمعتها على بيل سيمونز بعرفش وين سمعتها بس قبل فترة حدا حكى اللي بضحك نمش تذكر اللي قلق زي أنا فكرت فيها ولا سمعتها أوكي بس المهم حدا حكى بأول موسم لما كانوا الكاز عم بلعب منيح إنه ما تتفاجأوا لو بعد أكم من شهر حتسمعوا بلح طلب تريد على وكان بحكي إنه كان بحكي إنه إنه كان بلسمنز أكيد ممكن بس نحن يمكن حكيناها من قبل إنه حكينا القصة إنه بلسمنز حكينا القصة أظن أه حسن التريد كانت واضحة حتكون كارثية تبعية واسبروك والفريق خاصة ببداية سيئة والأيدي مصاب وهايك لبراني يصير يرجع يطلع على على كليبلند يا بي لو برجع كليبلند هلأ طيب بصير أدخل لك سؤال إجانا من متابع تاني وإعتذاراتي لأنني ما حطيت الاسم لأنه ما رح نحكي السؤال بس حط شغلة حط كومنت رد على الثريد تبع الأسئلة موتني ضحك تذكر أمتى الأسبوع الماضي واللي قبله قلتلك أمتى بنتهي عقد لبرون نفس السنة اللي مفروض بروني جيمز يدخل على NBA صح؟ هذا الحكي حكينا وهو خطتها هو عملها هيك عن قصد هلأ وين اللي بضحكني بالسؤال أو بالتعليق تبع متابعنا كمان مرة اعتذاراتي لأنني مش متذكر اسمه قال لي اسمع افترض بروني جيمز دخل على NBA وهو بالمستوى اللي عم بلعف به هلأ وبروني للعلم ما عم بيحكوا عنه top recruit ما حدا متوقع يكون من نجوم NBA يعني في ناس بتقول لك بلكن ما يدخل اصلا الدوري انه مش من مستوى يدخل الدوري بس رح يدخل بس هو عم بيقول لك شو افترض دخل على الدرافت فكرك فيه فرق بتاخده بتصنيف او باختيار كتير عالي بس عشان هم بيعرفوا انه ممكن يجي مع لبرون جزء من السؤال ايش وين اكتر مكان مناسب يعتذر فيه لبرون لازم كليفلند اظن بصراحة لازم انه full circle برأيي اتوقع بيعتذر مع عليه للعلم ما اظن بيروح محل تاني وبيحب حياة اليه وابسوط وصراحه اكتر من مرة انه نقل هناك عشان اولاده هناك بزنس تبعه هناك حتى لو رجع كليفلند سيضل عايش به سؤال من احمد سؤالي ما هو اسماءكم الحقيقي ولماذا اخترتوا هاي الاسماء وجي ودويس احنا ما اخترنا هدول الاسماء يا سيدي العزيز هدول الالقاب موجودة لنا من احنا اولاد صغار وبنعم ما نعرف ليش تبعف لما لما يكون اللقب صار له فترة وانسينا شو انت بلش اللقب بداياته هادلي صار بس مش اكتر ولا اطل والخريب هلا تف انه عمرك فكرت فيها انه في كتير ناس بعرفوا اسمي كدويس اكتر من ما الناس بعرفوا اسمي الحقيقي انت لي هلو كيف عم نتجنب الجزء الاول من السهل شو اسمك الحقيقي في ناس بعرفوا مر استغرقت حدا سأل ما بعرف وين بتعليق محل وجاوب واحد قال له اسم هذا هيك واسم هدا ما رح نعلن سؤال من محمد ليش الجولدن ستيت تغيروا كتير بين هذا الموسم والموسم الماضي مع العلم انه نفس العناصر زائد كلي صحيح كلي فرق فرق كتير بس هن قبل كانوا مكسرين الدنيا فيه شغلتين انا في رأيي فرقوا واحد او ثلاث شغلات الاولى انه دريمند قرر يلعب صح هاي السنة ودريمند لما يحط راسه باللعب بغير كتير اشياء دريمند السنة اللي قبل الماضية سنة التانك ولا فارقة معه اشي كان منرفز متوتر دايما معصب كرهان كل اشي عم بيصير لانه ستف كمان كان مصاب وهو عم بتعامل مع كل الصغار وعم بظلهم يخسروا حلق السنة الماضية شد حاله شوي بس كمان مش مية بالمية لانه اظن كان باله عارف انه هذا الفريق ممكن ما ينافس لبطولة فما كان هاي سنة خش عارف انه اذا شدوا حالهم بقدر يفوزوا بطولة فدريمند السبب الاول السبب الثاني اللعيب اللي زادوهم اللي جابوهم هاي السنة في منهم شوية عم بيعملوا اشياء صغيرة هون هناك ما عم بيركزوا عليها الناس يعني اوتو بورتر جونير حسابي المثال طلع عقامه ما بتحس الاشي طلع عثره ما بتحس الاشي اذا بس عم تحضر على الملعب بس اسمع شو بيحكوا عنه كيف لما يتدرب شاد حاله بروفشنال بعطيهم الشوتينج ووجود على الملعب ما كان موجود بس اللي اهم من الشغلتين كمان نظام ستيف كير والوريورز مش سهل معقد وهدول اللعيب اللي هلا موجود معقد جدا عشان تفهمه اكش هو بسيط بس بدك تاخد قرارات سريعة ما في وقت التطابق توقف معك فبدك تكون حافز السيستم عشان انت اولا ما تمسكها ضغري يا اما هتعطي تاتش باس يا اما هتعطي تخترق يا اما هتسدد ما في وقت تمسك وتتطلع مين بالمين انت لي فهي شغلي بتغلب تعودوا اكتر وهلا تعودوا عليها يعني جوردن بول هلا فاهم النظام اكتر اكتر ديمين لي نفس الاشي وانتوس كانو اندرس اندرو ويغينز كلهم دخلوا جداد فما كانوا فاهمين طبخة وطريقة لعب ستيف كير مية بالمية بس هلا صاروا فاهمينها اكتر وهذا الاشي الكبير هذا الفرق الكبير بين هذا الموسم والموسم الماضي غير طبعا عودت كلي بس كانوا هم مكسرين الدنيا قبل ما يرجع كلي انا بتقرأ السؤال بعده من محمد العثمان قل لك ايش ينقص الهيت ليصير مرشح قوي مثله مثل السنز مثلا لانه عندهم كل عناصر البطولة نفس السنز الاثنين ما عندهم سوبرستار هذا السؤال اول بس السؤال التاني عالسريع امتى اوجي بديتجوز انا بجاوب هذا السؤال بدنا نقيله بنت حلال اذا في حواليك وبنت حلال بعتولي اياها الخاص وانا بعرفها على اوجي لما الرافتر يربح البطولة بتضمن لك تجوز بوعدك بتجوز اه اذا ربح البطولة بتجوز طيب اه 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 مثل السنز مش نقصهم اشي الوحيد اللي يعني بام 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 حكناها بحق قائمة المنافسي بام يضبط الجمبر و انه بدون اصابات يعني لو ما بصير معهم اصابات فريق فريق بس هالكل يعني كابوس سيكون بالبلايوف هذا لو فريق كامل كابوس يعني يانس او اي فريق بده يتجنبهم متأكد انا بده حد تاني يضلعهم من المنافسين يعني انه النتس بدهم حد تاني يبلش بالميامي البوكس بدهم حد تاني يبلش بالميامي اي حدا الا نحنا انا اعتقد رح تعمفكر بتفك سؤال اللي بعده حلو هذا السؤال من اكتر لاعب من اكتر لاعب توقعون رح يهيمن على الدوري وسيطر عليه بعد اعتزال لبران وستيف هل في امل ان يكون زايون وذا راحت عليه خلنا نحكي عن زايون شوي عم بتبهدل هاد الاسبوع زايون ها اسمعت البهدل سي جي مكولم حكى انه لسه زايون ما حكاش معه حكي معه وليش هاي مهمة عشان انه غريب انه انت تجيب لاعب كبير زايون زي سي جي على فريقك وما انت تحكي معه ولا تكست ولا اشي هاي غريبة فانا وين شفت البهدل واحد انا متأسف كانوا الناس يمين بعط لي اياها واحد من متابعين على تويتر عمل لي تاق قال يحضر هاي كانت لقطة ستيفن اي سميث و جي جي رادك جي جي رادك مولع بيقول لك انه هذا و جي جي رادك للعلم بيحب زايون وقابله ومعاه من نفس الجامعة ففي هاي الاخوة انه انت من جامعتي و ديوك وكذا فبيحبه وكان التيم ميت تبعه لما كان روكي تذكروا فضحه فضح عرضه نزل فيه بهدل لمدة 10 دقايق بيقول لك انه صراحة انه لا تخفر هاي الحركة لا تخفر انت هيك تعمل حتى لو كانت تكون لازم على الاقل تحكي ما عيبعت له تكست على الاقل على الاقل بعت له تكست بعدين راح يرجع قال لك انه هاي وشغلي انا حكيتها لزايون سنت الروكي انه هو كأنه لاعب لا يبالي انه شكله not engaged او حكاها هو detached detached teammate انه مش سائل مش سائل مش سائل فالعرب العامة العامية فهي اول مرة بيقلب الاعلام على زايون غريبة فعلا صار لهم بيقلبوا شوي شوي عم بزودها هو هو عم بزودها بالضبط بعد بحدل كوكب بسير انا احكي عن الجزء الاول من السؤال من اكتر لاعب تتوقعون راح يهيمن اولا يانس ستة وعشرين سنة راح يكون لسه موجود كمان عشر سنين فيانس اكيد منهم لوكا جا تري هدول اكيد راح يكونوا بس سكوت هندرسن يا اخوان سكوت هندرسن عشان تتذكرني زي الكشاف اللي حكيت عندي اليوم تعرف انت كيف حكيت عن الكشاف اللي راح حكي عن جاب سكوت هندرسن وبعدين انا عم بحكي عن سكوت هندرسن صار لي اشهر من لما حتشد له هديك مبارا وبطهم بثريد كلهم سجل على البودكاست سكوت هندرسن يا اخوان انا اول واحد انضم لجيش سكوت اسمع صار عمره 18 اللي بطل 17 انا معرف اذا انت ناسي ولا ما بتعتقد انه حيكون مهيمن الدوري يوكيش لا يوكيش يعني مهيمن 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 يوكيش تيتم ما ذكر جيسن تيتم عمره 40 سنة صح بس ليش ما بنذكر تيتم ناركس وممبا حكيت انا من ناركس و ناركس وممبا عنده كل مؤهلات طوله 610 كل شي تيتم ممكن يكون مسيطر اذا عقليةه بتصير عقلية المجرم والذبح ممبا اخر سؤال اليوم يدويس من سير جي من سير جي متى تشين المضاقة يدويس اقول لك حشيلة هلا امسك